اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة متل ما قلتلك لانه الموضوع جديد علي بتمنى انتي كمان تخلي السر ما تقلقي متل ما بدك انتي انا ما بقول لحد عن اي شيء بحر كارلا خانم جبتلك الملفات اللي بدون توقيعك تمام حطيهم على مكتبي لك شو صار بالوراقي اللي بتخص المحكمة حلتيا كلما هي اي اي هدا كل موضوع تسكر ما تقلقي ابدا وانا حكيت معه انتي كمان بشوفك بشوفك ونطرة منك خبر اسراء بعد شوي في اجتماع مع مجموعة موظفين انطاليا مين بتحبي يشارك فيا ما في مشكلة حط الاسم اللي بدك يا ماشي تمام منحلة بس كنا رح نشتغل بخصوص اجتماع بكرة كمان انا لازم اطلع بسرعة حيان اتصرف انتي ما في مشكلة لك وي طيب ماشي بنشتغل شعري شفت رسالتك ولكني جاية عالطريق هلا طلعتنا لبيت كارلة خمس دقيق بكون عندك تمام بس يا ريت تستعجل شوي لانه ما عندي وقت اليوم طيب ماشي لكني جاية فورا لا تضيع السيارة اللي ادامك لو سمحت ايه تكرم عينيك اهلين يا خانم اهلين فيك تفضل المفتاح شكرا يسلم وداك اخي عزبتك معوضين اختي اشتركوا في القناة انا وصلت ادوانك مرحبا اهلا وسهلا شو بتحبي تطلبي اهلين فيك انا بصراحة ناطرة صديق لقلي بس يجي بنطلب مع بعض شكرا يعطيك العافية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بس حسيتها صدفة غريبة شوي ما هي شو القصة حكيلي ماني غبية لسدق انه مجرد صدفة الظاهر متمادي وعمت راقبين نو لش بدي راقبك يعني بس الصراحة شغل بالي كارلا انتي يلي شو عم تعملي جاي تشوفي حدا مسلا شو صار وقت شفتيني خفتي امتي صرتي بدك تروحي ما ما بعرف لما اجيتي لهون وراي شو كنتي متوقعة تشوفي انا جيت لهون لشوفي رفقتي فتون موظفة بشركة بابا بتعرفيها ايه ايه وبعدين طلع عندها شغل واضطرينا انقجل الموعد لبعدين يلا بغير وقت بتجتمعه بسيطة مو مشكلة ابدا مع انو كنت حابة اتعرف عليها اسرا لا تحاولي عالفاضي قد ما حاولتي تنكشي وتخربي علي ما رح يطلع معك شي بس انتي رح توقعي لحالك ما في داعي حدا يساعدك حبيبتي بتمنى لك التوفيق وانتي عم الدوري لك موقف ما بتنحزي عليه الكذاب إلا ما تكشفه أفعاله ما تفكري رح تخلصي بهالشكل اسراء عم تراقبني واجت عالمطعم كمان على شوي كانت لقطتنا هاي هي اسراء كتير حلو هلا عطيته الحق لمروان قلتلك عشوي كانت لقطتنا ولهيك من هلأ ورايح انا بقلك وين بدنا نلتقي واي ساعة كمان عم تفهم؟